بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن اسعار الشهادات والقروض وخصوصا للشهادات الاستثمارية جوه البنوك اه وده بسبب تأثرها بقرار البنك المركزي اللي كان نازل من حوالي اسبوع بخفض نسبة الفايدة نصف المية على الاداع والاقراض وده كان لأول مرة من حوالي 6 شهور بعد اخر خفض استثنائي كان 3% ساعتها في شهر مارس وده كان بسبب الاجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا طيب احنا كنا منزلين فيديو من حوالي اسبوع او من حوالي 5 ايام كنا قيلين فيه خبر صار ان البنك الاهل المصري وبنك مصر الحمد لله سبت الفايدة على الشهادات الاستثمارية اللي موجودة اه وما تأثرتش بنخفاض سعر البنك المركزي او فايدة البنك المركزي النصف المية اه لكن فيه بعض البنوك الاخرى تأثرت وقلت فيها الشهادات فاحنا النهاردة البديو ده هنتكلم عن البنوك دي علشان فيه ناس عاملة شهادات في بنوك تانية او مش داخل بنك مصر او البنك الاهلي زائد كمان هنقول لكم معلومة مهمة جدا جدا في اخر بنك معنا في الفيديو هيبقى موجود فيه شهادة فايدة بتاعتها حوالي 13% اعلى من شهادات البنك الاهلي الموجودة حاليا وبنك كمان حكومي تعالوا مع بعض دلوقتي هنتكلم عن الشهادات الاستثمارية ومش بس الشهادات داخل البنوك هنتكلم كمان على الكروض وفايدتها ان فيه ناس كتير عاملة كروض من البنك الاهلي او بنك مصر وعزيني يعرفوا هل الكارد السعر بتاعته تغير ولا زي ما هو طب هل الكروض لو انا قدمت عليها هتبقى الفايدة بتاعتها كم في المية تعالوا مع بعض نشوف بنك بنك من حيث البنك الاكثر اهمية والاكثر شعبية لغاية البنك اللي انا قلتلكو عليه اللي فيه شهادة 13% اولا بنك مصر في الشهادة الادخارية كرر تثبيت الفايدة على شهادة القمة اللي مدتها 3 سنين عند 12% سنويا للعائد الشهري وده بعد اقاف الشهادة 15% دي اعلى الشهادة موجودة في بنك مصر زي ما احنا اتفقنا اما بالنسبة لحساب التوفير والودايع قرر البنك تثبيت الفايدة حتى اعادت دراسة الاسعار مرة اخرى في اجتماع لجنة الاصول والخصوم المقبل اما عن الكروض ابقى على نسبة الفايدة على الكروض دون تغيير حتى دراسة الاسعار في البنوك الاخرى البنوك يا جماعة بتكرر مع بعض هل هيبقوا على نفس النسبة ولا هيغيروه اما بالنسبة لبنك الاهلي الشهادة الادخارية الموجودة فيها قرر تثبيت الفايدة على الشهادة البلاتينية اللي هي مدتها 3 سنين وفادتها 12% لو العائد شهري و12% و4% لو العائد كل 3 شهور وده برضو بعد اقاف الشهادة الـ 15% اما بالنسبة لحساب التوفير والاداء او الوداءة قرر البنك تثبيت الفايدة لغاية ما يعيده دراسة الاسعار مرة اخرى اما على الكروض ابقى على نسبة الفايدة دون تغيير حتى دراسة الاسعار في البنوك الاخرى بنك القاهرة قرر البنك ارجاء حسم الفايدة على الشهادات وحساب التوفير والودايع والكرود للحصول على مزيد من الوقت لمراقبة باقي تحركات البنوك المنافسة لهم اما عن البنك الزراعي المصري الشهادة الادخارية الموجودة فيه قرر البنك الابقاء على سعر فايدة شهادة الحصاد دي هي دي اشهر شهادة موجودة في البنك الزراعي المصري فايدتها 12% سنويا والعائد كل 3 شهور اما بالنسبة لحساب التوفير تثبيت الفايدة على حساب التوفير مفيش اي تغيير اما عن الودايع برضو اسعار الفايدة زي ما هي مفيش اي تغيير فيه بنوك يا جماعة استقرت وفيه بنوك لغاية دلوقتي بسه مستنية البنوك المنافسة هتكرر على ايه البنك العرب الافريكي الدولي بالنسبة لحساب التوفير الجواه قرر فعلا البنك خفض الفايدة نصف المية على حساب التوفير جولدن المقسم الى شرائع اي حساب توفير جولدن داخل البنك العرب الافريكي الدولي هيقل لنصف المية اما بالنسبة للشت الاضخار اللي موجودة في البنك العرب الافريكي قرر ايقاف الشهادة اميرلد بقيتش موجودة اتلغت اللي هي كانت مدتها 3 سنين حتى حسم خفض الفايدة وموافقة البنك المركزي على اصدار شهادة بديل هيعملوا شهادة تانية خالص غير شهادة اميرلد داخل البنك العرب الافريكي الدولي يعني لو انت عامل شهادة اميرلد جوه البنك العرب الافريكي الدولي خد بالك لما تخلص الشهادة ملغية مش موجودة فلازم انتروح البنك وصوف فلوسك هتحطها ازاي او هتكرر تعملها شهادة تانية بفايدة اخرى ولا هتسحب فلوسك ده بالنسبة البنك العرب الافريكي الدولي بنك HSBC شهادة الادخار الموجودة فيه قرر البنك خفض نسبة الفايدة واحد في المية على الشهادة السلاسية اللي كانت مدتها تلت سنين لتسجل 11% سنويا ويصرف العائد شهرية كانت الاول 12 نزلوه على 11% ومدتها تلت سنين والعائد بيجي كل شهر وحساب التوفير ما حصلش فيه اي تغيير ونفس الفايدة هي هي اما على القروض برضو لسه ما قرروش يعني سعر نهائي لغاية ما يدرسوا السوق او البنوك هتكرر ايه البنك اسمه المصرف المتحد الشهادة الادخارية اللي فيه عكس كل البنوك عشان الناس سبقى عارفة رفعوا رفعوا نسبة الفايدة دول بدل ما يقللوا زي بقية البنوك او حتى يسبتوا لا دول رفعوا رفعوا كان بقى مؤمن 1.5% ده ليخالف تحركات السوق بهدف المنافسة على جذب الوداية بس على فكرة يعني النسبة مش عالي اوه اوه كان في الاول المصرف المتحد كان 10% بقى دلوقت 11.5% رفعها شوية عشان الناس تقدر تروح عنده 11.5% الشهادة بتاعته لمدة سنة وتقدر تاخد العائد كل شهر ولو تاخد العائد كل 3 شهور هيتبقى الفايدة 11.75% تمام اما حساب التوفير زي ما هو مفيش اي تغيير الوداع رفعوا الفايدة حوالي نصف في المية ده خبر كويس طبعا للناس اللي عاملة شهادات او فلوس داخل المصرف المتحد الكروت بقى نزلوها تم خفضها نصف في المية على بعد كروت التجزئة مش كل ده البنك المخالف الحقيقة في البنوك اللي موجودة حاليا بنك الكويت الوطني الشهادة اللي موجودة داخله تم خفض الفايدة 1% على شهد الاضخار الثلاث سنين للعائد السابت بقت دلوقتي 10% لو هتاخد العائد كل شهر و10.4% لو كل 3 شهور وحساب التوفير كمان خفضوا الفايدة نصف في المية والوداع خفضوا ما بين ربع نصف في المية على حسب مدة الوداع بنك عودة مصر شهادة الاضخار خفضوا الشهادة فيها 1% على الشهادة السلسية لها 3 سنين كان مؤمن بقت 9% تاخد العائد في الشهر 9% ولو كل 3 شهور 9.4% يعني شهادة الحقيقة محدش يعرف ولا حد يعمل عندهم شهادة أصلا حساب التوفير كمان نزلوه نصف في المية والوداع نزلو فيها من حوالي ربع لنصف في المية على حسب مدة كل وديعة بالنسبة للقروض ما لسه ما قررهوش لسه بدرسه السوق ولسه ما قررهوش هيزوده ولا هينزله بنك قناة السويس بالنسبة لشهادة الادخار قرر البنك تثبيت سعر الفايدة على شهادة الادخار لمدة 3 سنين للعائد السابت من غير أي تغيير تبقى زي ما هي 11% لو هتاخد العائد كل شهر 11.4% لو كل شهور 11.5% لو كل سنة وبالنسبة لحساب التوفير تم خفض الفايدة 0.5% والودايع تم خفض الفايدة 0.5% أيضا البنك العقاري قرر البنك انه هم ارجق حسم الفايدة على شهادة 3 سنين للعائد السابت جسة ما قرروش قوي على شهادة بتاعتهم لها مدتها 3 سنين وحساب التوفير والودايع حتى دراست السوق ومراقبة تحركات كل البنوك يعني البنك العقاري وبنك القاهرة لسه مقرروش هل هيخفض ولا هيثبته اخر بنك معنا هو المفاجئة بنك ناصر الاجتماع هتقول لي مشهدة رد الجميل يا جماعة مش موجودة ونزلوا الفايدة ولا اتلغت اصلا انا هقول لكم الابديت الاخير لبنك ناصر الاجتماع عشان نستبقى عارف عشان في ناس كتير كتبت في الكومنتات والتعليقات ان الشت ال 15% تلغت في بنك ناصر وال 15.5% لو هتاخد العائد كل سنة انا هقول لكم ايه اللي حصل وايه الابديت لبنك ناصر بعد خفض الفايدة والغاء الشهادة ال 15% واحدة واحدة شهادة رد الجميل ما تلغتش ده اولا شهادة رد الجميل موجودة لكن العائد بتاعها اختلف ما بقاش 15% ولا 15.5% تم خفض الفايدة 2.5% مع مدة اجلها من عام ل3 سنين هيكت مدتها الاول سنة وبتجدد لا خلوا مدتها عبارة عن 3 سنين وقللوا من فايدتها بدل ما كانت 15 بقى 12.5% لو هتاخد العائد كل 3 شهور طب لو انت هتاخد العائد كل سنة الفايدة بتاعتها 13% دي اعلى شهادة موجودة أعلى شهادة موجودة لكبار السن من سن 60 فيما فوق للناس اللي طلعت علم عاش احنا منتكلم على شهادة رد الجميل عشان فيه ناس مش عارفاه شهادة رد الجميل من سن 60 فيما فوق خفضوا الفايدة 2.5 لكن زودوا مدة الشهادة بدل ما كانت سنة بقت 3 سنين وبقت 13% سنويا لو هتاخد العائد سنوي يعني كل سنة طيب لو هتاخد كل 3 شهور 12.5% برضو عالي على فكرة 12.5% كل شهر برضو عالي البنك الأهلي بياخد بيد 12.5% كل 3 شهور لكن هنا كل شهر 12.5% فده يعتبر شهادة رد الجميل برضو لحد المال غاية دلوقتي أعلى شهادة موجودة في مصر لكبار السن طيب هتقولي طيب أنا أقل من 60 هستفاد إزاي برضو بنك النصر بيتحدى البنك الأهلي هلو مع بعض نشوف الفوائد اللي موجودة بالنسبة لشات الدخار اللي موجودة برضو مدتها 3 سنين لكل العملة غير مشروطة بسن زي ما أنا قلت دي ملهاش دعوة برد الجميل تم الإبقاء على عوائد الشهادات ذات أجالة 3 سنين بحيث تكون لو هتاخد العائد كل سنة الفايدة هتوصل لـ 12.75% تمام؟ لو هتاخد العائد كل 3 شهور هيبقى 12.4% ولو كل شهر 12% ما أنت هتقولي طيب ما هي زي بنك الأهلي ما إحنا بناخد كل شهر 12% وكل 3 سور 12.4% حضرتك لو استنيت تاخد العائد كل سنة هتبقى الفايدة 12.75% وده أعلى شهادة موجودة أعلى حتى من البنك الأهلي وبكده أنا عرفتكم كل الشهادات وبالأسعار بكل حاجة ومراغتش كتير عشان فيه ناس كتير بتقول أن أنا برغي في الفيديو قلت لكم كل حاجة وبالشرح البسيط قلت لكم البنوك إزاي تأثرت بخفض الفايدة في بنوك الليلة خالص وفي بنوك رفعت البنك الوحيد اللي هو البنك المصرف المتحد بس برضو الشهادة بتاعتم وصلتش الـ 12% على قل بس هي زودت عن الأول هتبقى مفيدة للناس المشتركة بداخل البنك أتمنى نكون أفدتكم وعرفتكم المعلومات المهمة اللي موجودة في الخبر بتاع النهاردة وما تنسوناش في الاشتراك وكمان تفعيل جرس التنبيهات عشان توصل لكم الأخبار أول بأول لو في أي سؤال أو عايزين أعمل حلقة أو أسأل عن حاجة معينة اكتبوا لي في التعليقات وما تنسوش كلمة مهتم لأنها بتشجعنا جدا أن نحن نكمل معكم شكرا أن أشككم فيديو جديد وخبر جديد إن شاء الله